قرر الاتحاد الأوروبي أمس تخصيص 500 مليون يورو إضافية لتسليح أوكرانيا و45 مليون يورو أخرى لتدريب وحدات عسكرية أوكرانية في دول أعضاء في الاتحاد وقالت مصادر من الاتحاد الأوروبي لوكالة فرانس بريس إن وزراء خارجية الدول الأعضاء وافقوا خلال اجتماع في بروكسل شارك فيه عبر الفيديو نظيرهم الأوكراني ديمترو كوليبة على تخصيص هذين المبلغين لكييف من صندوق المرفق الأوروبي للسلام